الله سبحانه وتعالى جمع في هذا الإنسان القدرة الإلهية اقتضت أن تجمع في هذا المخلوق جملة المواصفات في كل العوالم والقدرة الإلهية من تجلياتها اقتضت أن يكون هذا الإنسان يملك حرية قطعا لا يوجد مخلوق يملك حرية مطلقة لكن الإنسان أكثر حرية من غيره من المخلوقات الملائكة لا يملكون حرية الإنسان وحتى الجان وإن كانوا مكلفين كتكليف الإنسان لكنهم لا يملكون حرية كحرية الإنسان لا أريد الآن الخوط في الفارق بين حرية الإنسان والجان هذا موضوع خارج عن بحثنا الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان حرا أعطاه الحرية لكن الحرية التي يعبر عنها بالمنزلة بين المنزلتين لو أن الله سبحانه وتعالى زاد في حريته لا فسد هذا الإنسان لكن ما من إنسان على الأرض إلا وهو يشعر بالحرية وهي حرية مقيدة في ضمن قوانين وقواعد هذا العالم الذي نعيش فيه وحديث هنا عن الحرية في بعدها التكوين حتى اختيار الإنسان لدين فهي داخلة في البعد التكويني أو لفكرة إنما اختارها لقناعة وهذه القناعة من إن جاءت من منشئ من مناشئ الإدراك قد يكون هذا الإدراك عقليا وجدانيا أو غير ذلك والإدراك العقلي أو الوجداني هو بعد تكويني ليس بعدا مثلا تشريعيا مرد الأشياء إلى البعد التكويني الجنبة التشريعية هي جنبة قانونية تنظيمية ولكن ليس كتنظيم البشر لحياة البشر البشر حين يكتبون نظاما أو يصنعون نظاما فهو نظام منقطع لا علاقة له في البعد الفيزيائي لحياة الناس يعني حين تصدر الدول قوانين هذه القوانين تنظم حياة الناس من السطح الخارجي لا علاقة للقوانين بالبعد الفيزيائي أما التشريع الرباني مرتبط مع البعد الفيزيائي لهذه الكائنات مع الإنسان حديثي عن الإنسان وهذا هو ما يمكن أن أصطلح علي بالتعانق والتمازج فيما بين التكوين والتشريع وإلى هذا تشير كلمة الفلاسفة أو كلمة العرفاء أو عبر عنهم بأهل الله أو بأي عبارة أخرى إلى مسألة التوافق بين الكتاب التدويني وبين الكتاب التكويني هناك تكوين وهناك تدوين المراد من الكتاب التدويني يعني القرآن يعني التشريع فالتشريع والتكوين يمشي أحدهما ويتحرك أحدهما بجنب الآخر التشريع هو ظلال للتكوين هذا التكوين ظلاله أين تنعكس؟ تنعكس ظلال التكوين في التشريع في القوانين وقلت بأن برنامج محمد يشتمل على قسمين الهداية والمستقبل تشريع محمد هداية ومستقبل والهداية والمستقبل هذان البرنامجان أو هذان القسمان من برنامج محمد هما انعكاس للتكوين ولذلك إذا أردنا أن نتدبر في آيات الكتاب نجد التعانق الواضح بين التشريع والتكوين قد يستغرب البعض الدخول في هذه القضية وأن أتكلم في هذا الموضوع والحديث في الملف الفاطمي وهذا جوهر الموضوع وهذا لب الموضوع نحن كيف نفهم الوصية؟ كيف نفهم ما جرى على فاطمة صلوات الله وسلام عليها لا يظن أن هذه الأمور أمور بسيطة أنا قلت هناك أمور عادية وهناك أمور غير عادية استثنائية والأشخاص أيضا هناك أشخاص استثنائيون بما عندهم من عقول كبيرة وتأثير كبير وهناك أشخاص عقولهم محدودة تأثيرهم محدود فهذه الأحداث تختلف والأشخاص أيضا يختلفون فحينما تختلف الأحداث وتكون الأحداث استثنائية نحتاج إلى فهم عميق لهذه الأحداث وحينما يكون الأشخاص استثنائيين أيضا نحتاج إلى فهم عميق وإلى تحليل عميق لهذه الشخصيات أو لهؤلاء الأشخاص أنا تدرجت وبنحو موجز وإلا هذه المطالب بحاجة إلى بسط في القول وبحاجة إلى تطويل وشرح لكن وصلت إلى هذه النقطة وهو أن التشريع هو ظلال للتكوين وصلت إلى قضية التعانق والتمازج بين التشريع والتكوين قطعا في التشريع الإلهي وبشكل أخص في التشريع المحمدي لأنه أرقى التشريعات بحسب ما نعتقد الآخرون لا يعتقدون هذا ذلك أمر راجع إليهم ولكن كما يقال وعند الصبح يحمد القوم السرى وعند الصبح يحمد القوم السرى ماذا يقصدون بهذا المثل العرب حين تقول هذا الكلام السرى هو السير في الليل الذي يجد السير في الليل فإنه لا يتعب كثيرا وسيقطع مسفات شاسعة أما الذين يقولون إننا ننام ويتكاسلون فحينما يصبح الصباح وتشرق الشمس الحارة في تلكم الصحراء اللهبة وما عندهم من الماء والطعام إلا القليل فيجلسون فيحمدون السرى يحمدون الذين ساروا وقت الليل أقول نحن نعتقد بأن تشريع محمد هو التشريع الأكمل وغيرنا يعتقد غير ذلك فأقول وعند الصبح حينما تتضح الحقيقة يحمد القوم السرى لو أردت أن أعود إلى القرآن لأرى ما بين القرآن من القواعد والقوانين وإن كان هذا مطلب واسع مطلب الترابط بين التكوين والتشريع هذا مطلب يتحدث عنه القرآن بعمق وتتحدث عنه الأدعية والزيارات وكلمات أهل البيت بعمق أيضا مثلا حين نقرأ في الآية السادسة والستين من سورة المائدة ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ذكر التوراة والإنجيل لا على نحو التخصيص وإنما على نحو المثال لأن الآية جاءت في سياق آيات تتحدث عن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا وطبعا هناك من يقول وما أنزل إليهم من ربهم ربما المراد منه القرآن باعتبار ولو أنهم أقاموا التوراة واحد والإنجيل اثنين وما أنزل إليهم من ربهم ثلاثة وهو القرآن وعلى أي حال القضية في مقام ذكر أمثلة عن التشريع المرتبط بالتكوين ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم إذا كانت التشريعات لا علاقة لها بالتكوين فما معنى هذا لأن التشريع له علاقة بالتكوين التشريع البشري تشريع يتناول السطح من حياة الإنسان أما التشريع الإلهي فهو ظل التكوين وهذا مثال واضح ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني أن الحياة الاجتماعية الرفاه أن النعم أن طبيعة الحياة وطبيعة الأرض وطبيعة ما حولهم من ماء من زرع ومن كل شيء سيتغير ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم حينما نذهب إلى مثلاً سورة الرعد السورة التي تتحدث عن قانون يحفظه الكثيرون منكم القانون الذي يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الكثيرون يفهمون هذا القانون مثلاً في الجنبة السياسية في الجنبة الاجتماعية أو في جنبة الهدى والضلال مثلاً وهذا الكلام صحيح ليس خطأاً لكن هذا الكلام يمثل جانباً من الموضوع حتى التغير السياسي وحتى التغير الاجتماعي وحتى التغير في مسألة الهدى والضلال قضية مرتبطة بالتكوين كل هذه الأمور مقدماتها تكوينية والآية ما جاءت في سياق هذه الأمور فقط الآية أصلاً جاءت في سياق منظومة تكوينية لنقرأ الآيات من الآية الثامنة وما بعدها من سورة الرعد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد تغيض يعني تنقص الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ما من شيء إلا وله قدر وهذا أيضاً فيه إشارة إلى قضية الترابط بين التكوين والتشريع نستمر في الآيات عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سارب يعني متحرك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال أنا ما عندي وقت أقف عند كل الآيات لكن بشكل سريع الآيات كلها تتحدث عن الجنبة التكوينية وتربط بين سلوك الإنسان المستند إلى قوانين وقواعد شرعية أو إلى قناعات مرد هذه القناعات إلى مقدمات شرعية وعقائدية تربط بين هذا الجانب وبين الجانب التكويني إلى أن يذهب المعنى في الآية ويسبح الرعد بحمده بحيث يصبح التكوين هو التشريع والتسبيح هنا تشريع تشريع بحسب كل كائن كل الكائنات لها تشريعات ولها صلوات كل الكائنات هي أمثال البشر والبشر أمثال بقية الكائنات ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام سواء منكم من أسر القول ومن جهر به إلى أن يقول إن الله لا يغير ما بقومه هناك ترابط بين الجنبة الشرعية وبين الجنبة التكوينية وهذا المعنى قد لا يتجلى بشكل دقيق ومفصل إلا إذا وقفنا عند كل هذه الآيات نتدبر فيها والمقام لا يسع ذلك إنما هي أمثلة أضربها من كتاب الله في سورة سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور الآيات واضحة هناك تغير في التكوين الله سبحانه وتعالى حينما تغيرت هذه الأمور من حولهم هذا تغير في التكوين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا هذا الإعراض في البعد التشريعي فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم هذا التبديل تبديل تكويني جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل الآية التي تأتي فتقول ذلك جزيناهم هذا جزاء ليس كجزاء المحاكمات في الحياة البشرية التي تتناول قوانينها السطح من حياة الناس هذا الجزاء هو الترابط بين التكوين والتشريع لذلك في الرواية عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا تفسير البرهان هذا الجزء السادس من تفسير البرهان أقرأ هذه الرواية التي ينقلها السيد هاشم البحراني عن الشيخ الكليني عن كتاب الكافي عن سدير سدير الصير في هذا قال سأل رجل أبا جعفر إمامنا الباقر عن قول الله عز وجل فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم هذه الآية في سياق آيات لقد كان لسبئ في مسكنهم آية ثم تستمر الآيات وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَاءَ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا إلى أن تقول الآية التاسعة بعد العاشرة فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فهذه الآية في سياق آيات قصة مدينة وبلاد سبع فقال هؤلاء قوم كانت لهم قرى متصلة ينظر بعضهم إلى بعض وأنهار جارية وأموال ظاهرة فكفروا بأنعم الله وغيروا ما بأنفسهم هنا يأتي القانون إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أنا قلت قبل قليل هذا قانون تكويني فكفروا بأنعم الله وغيروا ما بأنفسهم فأرسل الله عز وجل عليهم سيل العرم فغرق قراهم وخرب ديارهم وأذهب أموالهم وأبدلهم مكان جناتهم جنتين دواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل إلى آخر الكلام في الرواية الشريفة المنقول عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه أيضا في رواياتنا هناك إشارات واضحة بخصوص هذا المخلوق البشري مثلا على سبيل المثال هذا رجال الكشي لشيخنا الكشي رحمة الله عليه وهو من الكتب الرجالية والحديثية المعروفة بين أصحابنا في الصفحة السادسة من رجال الكشي الحديث الثالث بعد العاشر عن زرارة بسنده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر عن آبائه إلى سيد الأوصياء السند قال ضاقت الأرض بسبعة سيد الأوصياء يقول ضاقت الأرض بسبعة مقصود ضاقت الأرض بسبعة أي أن لهم من المنزلة والرتبة ما يكون مكانهم ومحلهم أشرف وأعلى من الأرض هذا المقصود تعبير كنائي إشارة إلى علو المرتبة علو المنزلة قال ضاقت الأرض بسبعة بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون الرزق والنصر والمطر هذه قضايا تكوينية مقدماتها تكوينية وآثارها تكوينية أيضا منهم سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر وعمار وحذيفة رحمة الله عليهم وكان علي عليه السلام يقول وأنا إمامهم وهم الذين صلوا على فاطمة والحديث عن فاطمة حديث فيه مناسبة جميلة جدا أنا لم أرد هذا الحديث لأنه قد ذكر فيه اسم فاطمة أبدا ذكرت الحديث من هذه الجهة وهو هناك تأثير تكويني وتشريعي لهذا المخلوق البشري خصوصية هنا قال ضاقت الأرض بسبعة بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون لماذا للجنبة التشريعية الموجودة فيهم هناك خصوصية فيهم منهم سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر وعمار وحذيفة رحمة الله عليهم وكان علي يقول وأنا إمامهم وهم الذين صلوا على فاطمة هؤلاء علويون فاطميون وكان علي يقول وأنا إمامهم علويون وهم الذين صلوا على فاطمة من الذين أجازت فاطمة لهم أن يصلوا عليها أجازت للفاطميين ولذلك أنا في مقدمة البرنامج على من سلمت قلت السلام على الفاطميين هذه التسمية موجودة في كلمات أهل البيت الفاطميون هم شيعة فاطمة السلام على الفاطميين في كل زمان ومكان يعني على هذه الأسماء في كل زمان ومكان وعلى كل فاطميين في شرق الأرض وفي غربها من ذرار فاطمة أو من شيعتها أو من محبيها هناك من يحبون فاطمة وما هم من شيعتها حينما أقول من شيعتها تمسكوا بمنهج أبنائها في البعد العقائدي وفي البعد الشرعي لكن هناك من محبي فاطمة الذين الظروف المحيطة بهم ولدوا في مجتمعات معينة هم يحبون فاطمة قلوبهم مشدودة إلى فاطمة وقلوبهم تنحرف عن أعداء فاطمة ولكنهم ما وجدوا من يثبت أقدامهم على طريق فاطمة هناك قلوب مشدودة إلى فاطمة وقلوب مرتبطة بفاطمة لأن فيما بينها وبين فاطمة رباط الطين الفاطمية وأنا لا أريد أن أقف عند هذه القضية حديثي الآن عن أن التشريع هو ظلال التكوين فهؤلاء ترزقون بهم تنصرون بهم تنطرون بهم هناك رباط إذن بين التكوين والتشريع لماذا نرزق بهؤلاء وهؤلاء أمثالهم في كل عصر ومصر ليس فقط في زمان النبي أو في زمان علي هناك رباط تكويني هذا الحديث مثلا عن زكريا ابن آدم وهو من أصحاب إمامنا الرضا الحديث في صفحة 594 من رجال الكشي مرقم 1111 عن زكريا ابن آدم قال قلت للرضا عليه السلام إني أريد الخروج عن أهل بيتي يعني أريد الخروج من قم هو ساكن في قم وقبره موجود في قم زكريا ابن آدم بالنسبة للساكنين في قم الآن إذا كان أحد لا يعرف قبرة فهو مدفون في مقبرة الشيخين مقبرة الشيخان في قم مدفون فيها زكريا ابن آدم رضوان الله تعالى عليه عن زكريا ابن آدم قال قلت للرضا عليه السلام إني أريد الخروج عن أهل بيتي فقد كثر السفهاء فيهم فقال لا تفعل فإن أهل بيتك يدفع عنهم بك كما يدفع عن أهل بغداد بأب الحسن الكاظم طبعا هنا لا يسم شابهة أو مقايسة بين مقام زكريا ومقام الإمام الكاظم هذه قضية واضحة لكن هذا تمثيل وتشبيه وتقريب للمعنى فيدفع بالبلاء ويدفع بالأذى عن أهل قم بمن بزكريا ابن آدم زكريا ابن آدم ما هي ميزته الحديث الذي يأتي عن علي بن المسيب قال قلت للرضا شقة بعيدة مسافة بعيدة لا أستطيع أن أصل إليك ولست أصل شقة بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني فقال من زكريا ابن آدم القم ما هو وصفه المأمون على الدين والدنيا مأمون على الدين والدنيا هذه الأمانة هي في الجنبة التشريعية هذه الجنبة التشريعية هي التي ولدت هذه الجنبة التكوينية هذه الأمانة هي التي بسببها صار يدفع به البلاء هذا الترابط بين التكوين والتشريع وهذه القضية ليس خاصة بأولياء الله فقط ربما تكون حتى في سائر المخلوقات لذلك عندنا في الأحاديث القدسية لو لا شيوخ ركع وشباب خشع وأطفال رضع وبهائم رتع لصببت عليكم العذاب صبا فهناك شيوخ ركع شباب خشع وأطفال رضع وبهائم رتع هناك رابطة بين التكوين والتشريع وأنا قلت حتى الحيوانات حتى الجمادات لها تشريع هي مسبحة ولكن تسبيح كل كائن بحسبه تشريع كل كائن بحسبه تشريع كل كائن بحسبه